أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن السائب ابن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ما معنى وصل الصلاة بالصلاة المراد بهذا الحديث أن الإنسان بعد فراغه من الصلاة المكتوبة سواء كانت جمعة أو من الصلوات الخمس لا يبادر فيصلي السنة البعدية مباشرة بل عليه أن يفصل بينهما إما بكلام أو بانتقال من مكان صلاته فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في آخر كتاب الجمعة يؤكد قاعدة شرعية وهي عدم ربط النوافل بالفرائض لألا تدخل فيها ولذا جاءت الشريعة بوجوب إفطار يوم عيد الفطر ليفصل بين الصيام المستحب في شهر شوال والصيام المتعين في شهر رمضان وفي نفس المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين كما في الصحيح من حديثه أبي هريرة رضي الله عنه وهكذا فيما يتعلق بالصلاة فإذا سلم الإنسان من صلاة الفريضة فلا يبادر فيصلي نافلة بل عليه أن ينتظر حتى يتكلم أو ينتقل من مكانه إلى مكان آخر لألا تدخل هذه النوافل في صلاة الفريضة بعد زمن فتجعل جزءا منها